صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في برنامبكم صباح بكرة أحلى سبتم كل أسبوع نبتدي النهاردة بامسك إشاعة معودينكم في كل أسبوع ونتكلم عن الإشاعات امسك إشاعة، عندنا الإشاعة بتاعت النهاردة زيادة القيمة الإيجارية للشؤة لمحدود الدخل بمحافظة القاهرة، كلام دوت امسك إشاعة، كذا عايزين برضو نأكد مرة واثنين وألف أن احنا ما منضربش إلا بالإشاعات حاولوا معنا بكل الطرق لكنهم بيفشلوا، فبيحاولوا يحربونا بالإشاعات عشان يهدموا عزمتنا، وإحنا عزمتنا يا مصريين ما بتتهدمش عندنا إشاعة تاني بتقول إلغاء مجانية التعليم بشكل تدريب طبعاً، كلام ده مش مظبوط لأن فيه تطوير في العملية التعليمية بشكل مختلف عندنا بيع المستشفيات الحكومية الغير مؤهلة للتأمين الصحي الجديد طبعاً جميع المستشفيات الغير مؤهلة للتأمين الصحي الجديد بيعاد تاني تأهلها فكل دي إشاعات تداول أدوية السكر منتهية الصلاحية طبعاً إشاعة لأن ما فيش أدوية في أي صيدلية أو متشفى أو أي مكان في مصر إلا وعليه رقابة شديدة جداً زيادة تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد طبعاً بالزيادة والكلام دوت هم عاملين يشتغلوا معانا طب مش عارفين، قلق مش عارفين مش عارفين نعمل لهم إيه بصراحة انتشار حشرات ناخلة للأمراض قادمة من الحدود الدول الأخرى برضو إشاعة امسك إشاعة عندنا بيقول لك دخول وحدات دم ملوسة البلد ما فيش إحنا عندنا حاجة بصحة ما يندوش يام مرحميني ما فيش الهوى يدخن تصدير دواجن فاسدة مصرية للخارج أهو ده بقى إيه؟ اللي شر البالية ما يضحك يعني قالوا إنا أصل الفراخ نزلت فبالتالي الفراخ لما تنزل يعني فيه حاجة بايزة وفيه حاجة لا يحب فيه اختصاص شغال وناجح إنما كمان اللي يضحك إنه للناس يعني إذا كنا إحنا بنصدر فراخ مش كويسة وملوسة ولا آخره طب الدولة التانية بتستقبلها إزاي؟ ده بيبقى فيه قيود شديدة جدا عشان تصدر حاجة فطبعاً ههو دي شر البالية ما يضحك ما نفحش إن الفراخ تبقى بايزة عندنا خلاص هي بايزة عند غيرنا عايزين نقول إن فيه مرة واحد هي نكتة يعني مرة واحد كان مسافر في بلد فتهى في الصحراء فبعد ما يجيب بثلاثة أيام بيسأله عملت إيه؟ فصاحبه غيلس قوي عايز يدمره يعمل أي حاجة فقاله اليوم الأولاني تلع لي أسد قاله ها عملت إيه؟ قاله قتلته طب اليوم التاني تلع لي أسد قاله عملت إيه؟ قال لي أتلته فالتاني بقى بيحاول يهبط عزمته فبيقوله اليوم التالت قاله طلع لي أسد قاله ها عملت إيه؟ قاله كلمة امبسط هم عايزين نتاكل عشان يندسه وإحنا عندنا ما نتاكل أبداً لإن عندنا اقتصاد شغال عندنا الدولار ابتدى ينزل فبالتالي الحاجة بتنزل خطوة خطوة أعزائي المشاهدين عندنا النهاردة لقائين يعني غاية في الرواع والجمال عندنا في اللقاء الأول أستاذ سمير حجازي مدير الإدارة التعليمية بالعياط شخصية من الشخصيات الجميلة هنتكلم عن المشاكل اللي كانت موجودة في العياط الموجودة وهنتكلم في الفقرة الثانية مع شيخ شيوخ المحليات الحاج عبد الرحمن فتوح والأستاذ أحمد حامد إن شاء الله انتظرونا الحلقة دي هتبقى جميلة جدا أهلا وسهلا بيك والأستاذ سمير حجازي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بيك والله أنت نورتنا وشرفتنا شكرا لك وانزورتك والله إحنا نعرف عنك أنك أنت من الناس اللي عندها اجتهاد ونشاط بس فيه في العياط أنت روح في العياط ماسك مدير الإدارة التعليمية هناك فيه مشاكل كانت هناك كان فيه نقص في الدسكات ونقص في العجز في المعلمين ما تحكين إيه الموضوع ده والله الحمد لله أنا روح في العياط وتوفيق ربنا ودعم القيادات بتاعتنا بالنسبة لموضوع الدسكات فعلا كان فيه اشتغلنا عليها صلحنا على قد ما نقدر وكيل وزارة السيد خالق هجازي ربنا يبارك فيه أما عارف عندنا عجز في الدسكات ما شاء الله لم تتوانى المديرية بدعمنا بالدسكات اللازمة وبفضل الله احنا لقينا التلال من الأخشاب بدعم ناس العياط والمجتهدين فيهم ما شاء الله والناس دي جميلة جدا التلال دي تحولت من كومة عديمة القيمة جاءت تتباع كيلو بنص جنيه إلى الدسكات صلحنا ألف دسك توفر على ميزانات الدولة حوالي مليون جنيه وجاري في الوقت الحالي بإذن الله تصلح ألف دسك تاني والحمد لله ده بفضل الله وتوفيقه وبرضه دعم قيادات قياداتنا دايماً لنا وتشجعهم لنا والحمد لله الرجالة بتوعنا ربنا يبارك فيهم يعني لم يتوانى من العامل لوكيل الوزارة كلهم ما شاء الله كانوا على وعي وإدراك جميل جداً وبالتالي الحمد لله يمكن في العياط النهاردة بيقول له أستاذ سمير والله حصلت طفرة السنة دي غير مسبوقة تقولون ده فضل من ربنا وتوفيق ربنا قبل كل حاجة هو احنا بنجتهد والاجتهاد دايماً يعني النجاح من نصيب المجتهد الحمد لله بس يعني موضوع الدسكات دي اتهت المشكلة بتاعتها الحمد لله أنا بسمع أن كل الوزارة عندكم كافئ الناس لا وده بيصحى الساعة 6 الصبح بيبقى في المدارس إيه الحكاية دي صار أنا نفسي موجود في العياط من ستة ونص يومياً لا ما أنت أنا عارفك من دمان سمير بيه من المجتهدين دائماً ربنا يبارك في حضرتك طيب في مشكلة في مشكلة المدارس اللي كانت مغلقة من 2010 و2014 دي ايه سبب غلقها وإيه الموضوع أنت حضرتك عارف بعد 2011 وحرق الأسام والكلام ده يعني الوزارة التربية والتعليم استعانوا من بمدرسة موجودة منها للمركز بعد عودة وتعافي الشرطة وينشئ مركز جديد تم خروج مركز الشرطة بعياط ولكن الأحراز والحاجات دي كلها مستمرة السنة دي بفضل الله هو تعاون القيادات الداخلية مع أستاذ محمود زين ربنا يكرمه رئيس مجلس المدينة في الوقت الحالي وإحنا عادينا على الهواء دلوقتي في عربيات بتنقل الأحراز دي وبفررهم مكان بديل بحيث أن احنا نستفاد من المدرسة لأن المدرسة ما شاء الله على مساحة كبيرة جدا وبفضل الله رجعت يعني احنا وإحنا عادينا دلوقتي بينقل الأحراز في مدخلة دلوقتي ألو 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 أيوة مين معنا شيدين صلاح من إدارة العيوات حضرتك أهلا وسهلا يا أستاذة صباح الأمل والسعادة صباح التساؤل الله يخليك اتصرفتين اتفضلي طبعا قصص دمير منور عندهم حضرتك شكرا أنتوا اللي منورين والله ربنا يخليك وطبعا هو من أحسن الشخصيات اللي جاتينا الإدارة يعني عمل طفرة كبيرة في الإدارة في كل المدارس يعني حتى المدارس ما كانش بتشتغل بقى بتشتغل كلها دلوقتي ما شاء الله ويبقى في حماس بين كل المدارس طب ده كلام جميل طب ما فيش حاجة طلبينها منه على الهوى كده عشان نحرجه على الهوى لا والله هو صراحة مش مخلف جهد وجهد يعني أنا عارف أنه تلعب بيشتغل مع الناس بشكل يعني روح الفريق بس احنا عايزين تقولي له حاجة كده هوت يعني يعني الناس أكيد عارفة الرجل ده هوت شيغال إزاي ومشاء الله على مجهوده لكن احنا عايزين برضو نسأله سؤال نحاول نعرف الناس يعني والله يعني أنا مش لقيا يعني انشاء تقول لحضرك ايه بس هو يعني جهد ممتاز فراحة طيب احنا بنشكر حضرتك طبعا يعني انت واضح طبعا انك بتتسلي عشان تشكري في أستاذ سمير طبعا واحنا ما بنجيبش حد هنا لذا كان مجتهد وخوي ومتميز شكرا أستاذ شيماء شيرين لأستاذ شيرين أهلا وسهلا بحضرتك نورتي صباح بكرة أحنا نرجع تاني ايه حكاية متميزة يا جيزة دي حاضر قبل متميزة يا جيزة طبعا في مدرسة الزراعة مغلقة بقالها خمس سنوات بفضل الله والمدرسة دي على مساحة سمير هل مغلقة برضو بسبب الأحراز والحاجات دي لا لا كان مغلقة مبنى بسيط كده كان فيه تصدع فيه عمود منه وبالتالي بكل أسف كان فيه تصرف الغلق المدرسة دي على مساحة 70 فدان ما شاء الله برضو بفضل الله ودعم المدرية والناس العاشقين لطراب مصر الحمد لله المدرسة اشتغلت السنة دي وكانت توفيد من ربنا يمكن أول زيارة تحركتها كانت لمدرسة العياط الزراعية والحمد لله ان شاء الله قريب في القريب العاجل هيبقى فيه انتاج في السوق من مدرسة العياط الزراعية هي اشتغلت خلاص يعني شغالة وبرضو كل التضافر كل الجهود من مجلس مدينة لمدرية لتعليم فن مدرية لتعليم الفن مدرية برضو ما شاء الله بعملين بسرعة جملة جدا والاشخاص المحبين للبلد برضو فيه احد المتبرعين بروا علينا بخمس تلاف كاتكوت وان شاء الله في القريب العاجل هيبقى موجودين في السوق بإذن الله بس بقى وعد تجيب لنا منهم فرخة لما تبقى ديك تجيبهان هنا في صباح بكرة احنا عشان نفردكم على الكاتكوت لما بتبقى فراخ طبعا منقدم التحية من خلال هذه الفقرة الجميلة مع الأستاذ سمير حجازي لوكيل الوزارة ومدرية التربية والتعليم بالجيزة الإدارة المحلية طبعا بالنسبة لمجلس المدينة كمان ألف تحية للمتبرع وألف تحية للمواطنين الرجالة قوي اللي فيه العياط طب نرجع بقى المتميزة يا جيزة بقى المتميزة يا جيزة بصدق خلقة روح جميلة جدا بين الجميع حالة إيجابية رائعة تنافس أكثر من رائع لجيل محب للبلد من إظهار مواهب من اكتشاف مواهب ومن عودة الطالب للمدرسة بحب عودة الطالب للمدرسة اللي ممارسة كافة الأنشطة سواء فنية سواء رياضية سواء عالمية متميزة جيزة لها جوانب كثيرة جدا ما شاء الله فيه مسابقة المعلم المبدع ولها جيزة كبيرة جدا وبالتالي فيه تنافس وفيه لجان دلوقتي بتقيم على كافة المواد التعلمية فيه أجمل صور مدرسة ومشاء الله حالة إيجابية جميلة جدا بين المدرسة كلها لعودة النظافة ويصبح شكل المدرسة الشكل المقبول الجميل اللي انت ترتاح له نفسيا والعيات ما شاء الله يعني ربنا أنعم عليها أن هي في مكان بتنعم بالخضرة والجمال وإحنا يمكن في قناة الصحة والجمال فهناك الجمال وبرضه وإبقاء الصحة يعني الصحة يعني متلازمة مع الجمال فبالتالي ما شاء الله تنافس جميل فيه أقوى فريق أو أفضل فريق كرة قدم سواء بنات أو بنيين فيه أجمل العيات فيه تمام فريق كرة قدم للبنات وأجمل أصوات طبعا ده السنة الفاتف واخد بالبطول على مستوى الجيزة والسنة دي إن شاء الله هياخدها يعني على يقين بإذن الله فريق العيات هياخدها وبقول للباقيين خافوا مننا شوية الناس دي ما شاء الله جرسالة بتوجه من صباح بكرة أحلى لباقي المنافسين وبرضو بتمنانهم التوفيق الزملاء كلهم ما شاء الله على مستوى كافة الإدارات بيقوموا بدور جميل جدا وزي ما قلنا خلق تروح تنافس جميل جدا إحنا النهاردة فيه أجمل صوت وعندي أصوات ما شاء الله أكثر من رائعة وهفكرك بكرة إن شاء الله لا نجيبهم في صباح بكرة أحلى نجيبهم إن شاء الله والله أصوات أكثر من رائعة إن شاء الله يعني الحاجات دي مارسة الأولاد للأنشطة بتجذبهم أكتر للمدرسة بتحببهم أكتر في المدرسة بتديهم الإبداع فالأساس خالد حجازي وجميع العاملين بالمدرية داعمين ليهم وفكرة فعلا يمكن أنا دايما نقول لها ريس أنت خلقت بيننا تنافس إيجابي جميل جدا وده بالتالي خلق روح روعة من التنافس إحنا عندنا دورة كرود قدم أنا من العياط بقول لهم إحنا دورة كرود قدم عندنا بتبدأ الساعة سبعة لربع الصبح قبل بداية الطابور المدرسي وبالتالي أنا حابب أجيب الولد للمدرسة حبا لممارسة الأنشطة سواء كرود قدم تنس طولة بلياردو في مسابقات شد الحبل في مسابقات كتير جدا مسابقات بيت رياضية كله يعني حاجات طبعا تحفيزية عشان هي حب المدرسة وفنية وأفضل وسيلة تعليمية وأفضل مدير مدرسة وبرضو فيه أفضل مدير إدارة إن شاء الله تبقى جايزته الحج إن شاء الله لو لنا عمر إدعينا هناك ودعي لبرنامج سباح بكرة أحلى شلنقض بيديالك تكسب والله أتمنى يعني إن شاء الله ربنا كتبها له ربنا يكرموا بيها يدعينا كلنا يدعينا كلنا وأنا لو كتبت ليها إن شاء الله هتبرع بيها الوالدي أو والدتي إن شاء الله لو لها عمر ربنا يدينهم طلط السحر ربنا أعماليا بالحج هتبرع هالك طب أتوصيهم بقى إن هم اللي يدعون إن شاء الله وأكون معهم برضو إن شاء الله إن شاء الله هو طبعا معروف عنك أنا عرفك من زمان يا سيد سامير حجازي عايزة أقولك أنت مبدع في أفكارك مبدع في شغلك من أيام زمانة ما كنت تشتغل كمان بإيدك وده شيء كويس ولسه لغاية دلوقتي بتعملوا ده شيء يعني جميل عايزين للناس اللي في الوظائف أرجوكم كفاية بقى روتين هو الروتين معناه النظام بس للأسف هو مش النظام هو كفاية بقى موظف يمضي الصبح ويمشي بعد الضهر إحنا عايزين مبدعين ما عندناش الكلام بالحق تحية ليك وتحية لخالد بيحجازي وتحية لإقدارة العيات ومواطنين العيات الجدعان والبنات بتوع فريق القدم ألف تحية ليهم أنت في آخر الحلقة معنا تقول إيه لأهالي أولياء الأمور وأهالي العيات وكلمة يعني توجيه وتقول أحب أولاً أوجه الشكر للأستاذ خالد حجازي ودعمه دايماً للأفكار الجميلة الأفكار اللي هي خارج السندوق زي ما نقول وتواجده معنا وزي ما حضراك قلت يعني أستاذ خالد كلام دينا في الآيات فعلاً الساعة ستة ونص الصبح فده معنا ستة ونص الصبح يعني هم اتحرك من القاهرة هنا قبل كده بكتير فبالتالي عباً ما يوصل ما شاء الله والحمد لله إحنا يومياً ده وصلت الرسالة دي وصلت لنا جميعاً إن إحنا كلنا متوجدين بشكر أخواتي وزميلي في إدارة العيات على كافة الأصعادة وكافة المدارس والدوان الناس دي بتشتغل بجهد إذا كان في سلبيات هنقول في سلبيات فعلاً موجودة وبنعالج أول بول بفضل الله وهم في استجابة جميلة جداً منهم مجرد ما بنقول الفكرة يعني إحنا دلوقتي في مكاء في التليزيون هتلاقي ناس ما شاء الله دلوقتي تشغلين في الأصوار النهاردة السبت والمفروض يوم أجازة بالنسبة لهم لا هو يوم عمل سواء الجمعة أو السبت أو الحد بشكر الوكيل النشيط جداً والمكتهد جداً الرجل ده بتتصب به يوم الجمعة المكان بينزينها ديسكات العربية دلوقتي وصلة لمكان الفلاني تلاقيه هو منتظرها هو وكافة مدير المدارس ومدير المراحل ما شاء الله بحب وهم سعداء وليس مجبرين أنا نفسي نزلت لهم الجمعة رغم أن الجمعة يوم راحة بالنسبة لي المدام أحياناً تقول لي أنت مزوغ من البيت ليه فما بتعرف أن أنا رايح شغلي تقول لي الله يعينك ويعويك ياريت كل الناس كلها زيك أقول لي لا لا كل الناس فعلاً زي وأفضل مني ويعني أكتر مني اجتهاداً فبشكرهم فعلاً بشكر أهالي العياط على المجود المفزول بطمن أولاق الأمور أن احنا إن شاء الله معاهم يهمنا مصلحة الأولاد يهمنا رفعة مستواهم وحبهم لبلدهم احنا عاملين مبادرة إن شاء الله في العياط كمان بجانب متميزة أجيزة مجموعات مجانية لطلبة الصف الثالث لعدادي يومياً الساعة سبع صباحاً إن شاء الله يعني يكون لها أثر إيجابي جداً في رفعة مستوى أولادنا على مستوى العياط وده بوعي وحب من المدرسين يعني المدرس بيعطي بحب وتعودنا دايماً من المدرس اللي هو مثال للعطاء مثال للحب مثال للقيم وهو دايماً بيبقى المسأل والقدوة للطالب زي ما قلنا زي كان فيه سلبيات فيه سلبيات موجودة بنعالج أول بول بنحاسب أول بول بنهمس في ودن زمينا وهم ما شاء الله استجابتهم جميلة فبشكرهم واتمنى لهم يا رب إن شاء الله كل خير وكل سعادة وألاقي العياط كده على مستوى مسمى على مستوى العالم مش جمهورة مصر عربية بس نتمنى هذا بنشكر لأستاذ سمير حجازي مدير الإدارة التعليمية بالعياط بالجيزة وإن شاء الله على موعد للقاء تاني عشان نشوف الفرق والبنات اللي خرة القدم والفراخ الكتاكيت اللي هتبقى فراخ هنتفرج عليها في صباح بكرة بنشكر حضرتك شكراً أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل معانا الحج عبد الرحمن فتوح سيد أحمد حامد حج عبد الرحمن فتوح احنا النهاردة بنكرمه شيخ شيوخ المحليات شيء من الولاء ان احنا نعلم بعدينا ازاي يبقى فيه ولاء وفيه حد بيقولك شكراً أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل